السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الرابع نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل كتاب لغتي الجميلة والهوم مع الظاهرة الإملائية والدرس الأول فيها همزة القطع والوصل والهدف من هذا الدرس أبنيه هو تميز همزة القطع من الوصل عند الكتابة انطلق الجد مشعل صباحا فالتفت إليه فواز مؤيدا ألاحظ الكلمات التي فيها حروف باللون الأحمر انطلق والجد وفالتفت فألاحظ أن هذه الكلمات تحتوي على همزة وصل أحسنت يا فواز ولا تنسى أن النباتات بأشجارها وقضائها الأخضر تحمل أرض من التصحر ألاحظ الكلمات أحسنت وأن وبأشجارها والأخضر هذه الكلمات احتوت على همزة قطع وعند نطق همزة القطع أجدها تظهر معي في النطق فأقول أحسنت أن بأشجارها الأخضر أما هنا في حالة همزة الوصل فألاحظ نطق الكلمة انطلق الجد فت فالتفت فهمزة الوصل هنا لا تنطق أو لا تظهر معي فنطق إلا عند الوصل هل نطقت الهمزة؟ نطقت الهمزة في الكلمتين الأولى والثانية ولم أنطقها في الثالثة هل نطقتها في أول كلام أم عند وصلها بما قبلها؟ نطقتها في بداية الكلام ولم أنطقها عند وصلها بما قبلها ولذلك تسمى همزة الوصل كيف ترسم همزة الوصل؟ ترسم بلا همزة هكذا إذن همزة الوصل وكيف ترسم همزة الوصل؟ هي التي تكون في أول الكلمة تنطق في أول الكلام ولا تنطق عند وصلها بما قبلها وصورتها أو كتابتها ترسم همزة الوصل ألفا بدون كتابة الهمزة أما في حالة همزة القطع هل نطقت الهمزة في أثناء القراءة؟ نعم نطقتها هل نطقتها في أول الكلام وفي وسطه؟ نعم نطقت بها في أول الكلام وفي وسط كيف رسمت همزة القطع؟ رسمت ألفا فوقها همزة كما في الصورة كيف ترسم؟ إذا كانت مكسورة ترسم ألفا تحتها همزة وكسرة إذن همزة القطع هي التي تكون في أول الكلمة تنطق في أول الكلام وفي وسطه وصورتها ترسم همزة القطع هكذا وألف وعليها الهمزة وفي حالة الكسر ترسم الهمزة تحت الألف نستفيد من هذا أنه كي أميز همزة الوصل من همزة القطع في الكلمة أدخل عليها حرف الواو وأنطقها معه فإذا ظهرت في النطق كانت همزة قطع وإذا اختفت في النطق فهي همزة وصل إذن و و إذا ألاحظ أن إي الحرف الألف هنا همزة قطع لذلك ظهر معي في النطق لكن كلمة واكتب واكتب ألاحظ أن الألف لم تنطق هنا فهمزتها همزة وصل أطبق ألاحظ الألف الملونة وأكتب همزة عندما أنطق هذه الهمزة ولا أكتبها إذا لم تظهر معي في النطق وأثناء ألاحظ كلمة وأثناء هنا نرسم عليها همزة لأنها ظهرت معي في النطق وأثناء ذلك أرسلت هنا أرسلت أيضا أرسلت ظهرت معي في النطق الهمزة فنرسم فوقها همزة فهي همزة قطعة وارسلت نورة بصرها في أنحاء كلمة أنحاء أيضا ظهرت معي الهمزة في النطق فهي همزة قطعة فنرسم فوقها الهمزة في أنحاء الطريق في أنحاء الطريق لم تنطق الألف هنا فهي همزة وص قائلة ما أجمل أجمل ظهرت الألف معي في النطق فهي همزة قطعة فنكتب الهمزة فوقها التفت أو التفت إليها لم تظهر معي الألف هنا في كلمة التفتت لأنني أضيف إليها حرف الو وأقول والتفتت والتفتت فلم تظهر الألف في النطق فهي همزة وصل إليها هنا ظهرت الهمزة في النطق تحت الألف فهي مكسورة فهي همزة قطع فنكتب الهمزة تحتها حقا حقا الخضرة كلمة حقا الخضرة هنا كلمة الخضرة عند الوصل لا تظهر الهمزة في النطق فهي همزة وصل لذلك نكتب عليها همزة سالي الثاني أدخل الواو على كل كلمة وانطقها ثم ألاحظ الكلمة التي تسقط همزتها في النطق والكلمة التي تظهر همزتها في النطق هنا نقول وأقبل 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 هنا تظهر الهمزة في النطق فنكتب هنا تظهر معي في النطق فهي همزة قطعة فهي تظهر في النطق ألا وألا نكتب هنا في النقط وألا فهنا الهمزة تظهر معي في النقط ابتسم نكتب هنا وابتسم ألاحظ أن الآلف لا تظهر معي في النقط فهي همزة وصل وابتسم إلى نضيف إليها حرف الواو فأقول وإلى وإلى ألاحظ أن الهمزة يا أبنائي ظهرت معي في النقط هنا فهمزة قطع ترسمها كذا كلمة السحاب نضيف إليها الواو فنقول والسحاب فعندما أضيف إليها الواو لا تظهر الألف في النطق فأقول والسحاب لم تظهر الألف فهي همزة وصل أسرع نقول وأسرع فهنا ظهرت معي الألف في النطق فهمزتها همزة قطع وأسرع ونضع همزة فوق الألف استقبل فأقول واستقبل فألاحظ هنا في كلمة واستقبل أن الألف لن تظهر أو الهمزة لن تظهر معي في النطق فهي همزة وصل العرق عندما أضيف إليها الواو فأقول والعرق فألاحظ أن الألف لم تظهر معي في النطق ولذلك هي همزة وصل استحبا أضيف إليها حرف الواو فأقول وستحبا فألاحظ يا أبنائي أن عند نطق كلمة وص وستحبا لم ننطق الألف فهي همزة وصل ثالث أكتب الكلمات في الفراغات عند سماعها في نقط الغابات في إحدى الغابات الهمزة هنا همزة قطع البعيدة كانت شجرة لوز صغير تعيش إلى جانب إلى همزتها همزة قطع ظهرت معي في النطق الهمزة تكتب من تحت لأنها مكسورة إلى جانب شجرة الصنوبر وعندما حل الشتاء نظرت شجرة اللوز إلى شجرة الصنوبر وقالت لها أنا حزينة أنا كلمة أنا همزتها همزة قطع أنا حزينة جدا انظري إلى أوراقي انظري عندما نضيف إليها الواو فنقول وانظري وانظري فلم تظهر الألف إذن هذه همزة وصلة فلا تكتب عليها الهمزة تكتب هكذا انظري إلى أوراقي الخضراء أوراقي الخضراء نلاحظ أن كلمة عند الوصل كلمة الخضراء لم تظهر الألف معي في النطق فأقول أوراقي الخضراء أوراقي الأوراقي الخضراء فلم تظهر الألف فهمزتها همزة وصلة كيف يبست وتحول لونها إلى أصفر اقتربت منها شجرة الصنوبر اقتربت عندما نضيف إليها الواو فنقول واقتربت واقتربت فلم تظهر الألف في النطق فإذن همزتها همزة وصلة لا تحزني يا صديقتي فإن أوراقك تموت لتعود وتحيا من جديد كلمة أوراقك فإن أوراقك ظهرت الألف في النطق فهي همزة قطع أكتب في دفتري ما يملع علي أو ما يملي علي معلمي هكذا أعزائي نكون قد أنهينا الدرس الأول وهو ألف الوصل أو همزة القطع والوسطة ألقاكم بإذن الله في الدرس القادم مع الهمزة المتضرفة لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب تمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته